أولى فقرات حلقتنا اليوم راح تكون مع ضيفتنا الدكتورة ماشدة خليفة ليتامة استشاري أمراض النساء والولادة ومساعدة الإنجاب وأطفال الأنابيب حياة شاء الله دكتورة طبعا موضوعنا اليوم عن التوائم عندنا العديد والأسئلة عننا لكن قبل خلونا نشوف هذا التقرير وبعدها نبدأ حوارنا يطلق لفظ التوائم على الأخوة اللي تكونوا في فترة حمل واحدة داخل رحم الأم عادة ما يكون الفرق بين زمن الولادة وهو بضعة دقائق ومن بين كل ثوانين حالة ولادة هناك حالة توائم واحدة وهناك أنواع مختلفة من التوائم سواء كانوا متشابهين أو غير متشابهين من الجنسين العامل الوراثي لا دور كبير في إنجاب التوائم ومع تطور الطب أصبح بإمكان الأم إنجاب التوائم لكن ما هي الطريقة المثلة لإنجاب التوائم وما هي آخر تطورات العلمية والطبية في هذا الموضوع وهل أصبح إنجاب التوائم أمني طال انتظارها وتحققت وهل الزوجين قادرين على تحمل وتربية التوائم آه أنا شوف الرياي اللي تحملون البلاوي ولا علشانكم وأنتو الحلوي يا حليمكم في مراضي علمكم أتحمل بلاويه بس علشان ساعات كنت يلقن عنه وإنتي مبنج هذا نايم الأخ هلا والله هلا كله نايم طال على يدك عبدالغني شربت دكتورة ماشدة هل صحيح الأب يكون بهذا الوضع ليشا في التوائم؟ تفرق عن الطفل الواحد؟ طبعا يمكن أكثر بعد صحيح؟ الأب والأم؟ يعني لها مشاعر خاصة غير عن إنجاب طفل واحد؟ لها مشاعر خاصة ولها تعب أكثر طبعا طبعا فحمل بالتوائم يعني مو شي سهل بالبداية خل نسأل سؤالي يكون ويادة التوائم أو الحمل بتوائم هل هو لازم يكون بطريقة وراثية ولا ممكن للطب أن يعطينا نتيجة مماثلة؟ طبعا في الحمل بالوراثة بس هاي نسبة جدا بسيطة الحمل بوراثة دائما تكون الوراثة البنت تأخذها من أمها ومن خالاتها فدائما الوراثتي من ناحية الأم فيكون هذه الأسرة ترث أن مثلا السيدة تطلع بويضتين بدل بويضة واحدة فالوراثة أنها تطلع أكثر من بويضة لأن الشي الطبيعي أن كل سيدة تطلع بويضة واحدة فقط في الشهر فوراثتهم أن يطلعون بويضتين فعشان شي يصير في الوراثة مثلا تقول خالاتي يدتي من أمي فدائما الوراثتي من ناحية الأم ومن ناحية الأب فهني اللي يسمون بالوراثة اللي بدون تدخل أي علاج أو شيء شذي فهذا يسمونها بالوراثة ودائما ما يكونوا متشابهين ليش؟ لأنه تطلع بويضتين على الأقلب فبويضتين فيكونوا مثل أخوان ببطن واحد ما يكونون متشاب فهذا هم يكون وراثة التطابق إذا كانت مثلا هذا دائما التطابق يكون بدون علاج يكون هم طبيعي ومن الله بس ما في وراثة اللي يصير بويضة تنقسم وتعطينا جنينين فالبويضة لما تنقسم وتعطينا جنين هي مو وراثة يصير تشيدي بالصدفة ويكونون متشابهين والدين أو بنتين ما يصير الجنس مختلف ويكونون دائما نفس يعني ياخذون نفس الصفات أو الجينات الوراثية بالمقابل أنا قريت مرة أن المرأة كل ما يتقدم فيها العمر صحيح هذه المعلومة؟ هذه يعني إحصائية يقول لك لما يكون بالعمر ولم تصير طويلة بعد آه طويلة يا فئة يقول لك الطوال نسبة يكون توائم أكثر من الكسار نزيل؟ أهم الكبيرة يعني ساعة يعني هذه بالإحصائيات الآن أنت قلت أنواع التوائم نوعين سواء المتطابقين أو الغير متطابقين ما في أنواع أخرى نحن نطلع أكثر من بويضة سواء كان طبيعي أو سواء بالتحريض إنه هو بالأدوية دائما يكونون توائم غير متطابقة يكون أكثر بمشيمة وصفات الوراثية مختلفة أو إن يكون بويضة وحدة تنقسم إلى أكثر من جنين وهذه هم وراثية بس تصير طبيعي من الله إذن ننتقل للناس اللي إيه حابة يكون عندها توائم سواء يمكن المرأة يكون عندها الرقبة هذه أو وحدة زوجة يمكن في عمر كبير وحابة يبتوائم لا أسباب تأخر بالحمل بالضبط هنا الطب شو ممكن يساعد هذه المرأة؟ نحن دائما ما نسعم ناحية طبية ما نتعمد نسوي توائم التوائم تصير هذه قصبا عن طبيب لأن بالنسبة للنا الطبية التوائم مو شي زين صحيح لأن التوائم لظروفها الخاصة يعني أول شي بالنسبة حق الحمل ل مشاكله سواء على الأم سواء على الأجنة لأن نسبة المشاكل تصير أكثر طبعا أكثر شي خوفنا في حمل التوائم اللي هي الولادة المبكرة ما ندري هذا الرحم يستوعب لاثنين ولا ما يستوعب يستوعب الثلاثة ولا ما يستوعب طبعا كل ما يزيد عدد الأجنة نسبة أن يكون ولادة مبكرة هذا الشي مو زين طبعا ولادة مبكرة وإذا صار بالرابع والخامس الجنين ما يعيش لكن إذا صار بالسادس أو بالسابع هذه أكثر فترة نخاف منها لأنه ممكن الجنين يعيش بس لا عواقب يعني كثيرة ممكن يصير فيه نقص كسجين ممكن يصير فيه أشياء وايد يعني تخلق لنا مشاكل صحية في الأطفال فعشان شذي ما في طبيب يتعمد أنه يسوي توائم حتى لو على طلب المريضة حتى لو هي التوائم حتى لو طلب المريضة أول شي هو مو بالطلب لكن إحنا أي مريضة تقول نقول لها إن هذا مو شي زين إن هذا يعرضتش أكثر حق مخاطر أول شي مثلا الحمل نفسها لمتاعبة نسبة للجهاز أعلى نسبة شوهات الجنينية أعلى نسبة الضغط والسكر أعلى ممكن الولادة مبكرة موجودة فتح بطن أعلى النزيف ما بعد الولادة أعلى يعني فيه مخاطرات مو سهلة هذا طبعا غير التربية والصعوبات اللي بعد الولادة التوائم دائما مشاكلهم الصحية أكثر من الواحد أنا دائما أقول الله هو يعطينا الأفضل صحيح الله يحط لنا كلنا نيب واحد عشان أهو الأفضل لكن فيه ناس قصبا عليهم مثلا أنا وحدة تعاني من مثلا تأخر بالحمل وشي مطر أعطيها منشطات أنا ما عندي تحكم أقول والله اطلع لي جنين واحد نحن نطلع مثلا بويضتين أو ثلاثة عشان نزيد نسبة الحمل نعم مو عشان نزيد نسبة توائم بالتبعية رح يزيد نسبة توائم بالتبعية لكن احنا ما نتعمد لو سوينا أطفال أنابيب احنا ممكن نرجع اثنين عشان نزيد نسبة الحمل بس مو عشان يتوأم على أساس ممكن تفقد واحد تفقد واحد يصير فنعطي علاج علشان يزيد نسبة الحمل سواء بالتحريض طلعنا أكثر من بويضة يعني بنسبة الحمل رح يزيد سواء اثنين أو ثلاثة أو بالنسبة حق أطفال أنابيب إحنا عندنا ريجوليشن في العالم كله بالكويت تنظيم مالنا كالتالي لو سوينا أطفال أنابيب والسيدة عمرها أقل من 34 يعني يحق لنا رجع اثنين جنينين بالتالي الاحتمال تحمل بواحد أو اثنين إذا السيدة عمرها فوق 34 نقدر نحط ثلاثة بس مو علشان تحمل بثلاثة عشان يزيد فرصة تحمل لكن ممكن ثلاثة هم يثبتون فإذن إحنا مو متعمدين عشان سوي توائم فمن ناحية الصحية هو التوائم مو شيء إحنا نسئله لأنه في مشاكل صحية وايد سواء على الأجنة أو على الأم لأي درجة نسبة الخطورة دكتورة يعني هل هو شيء حتمي لا مو شيء حتمي بس لو قررنا بالجنين الواحد النسبة على لو خذنا ثلاثة أكثر من اثنين لو خذنا أربعة أكثر من ثلاثة يعني أنا مثلا إيش ضمنني هذا الرحم رح يتحمل أن هذا يحمل توأم هل هناك رحم ما يتحمل؟ أي طبعا وشير عندنا ولادة إجهاض بالخامس إجهاض بالرابع ولادة مبكرة مثل ما قلت لك إجهاض صج مؤلم بس أقل ضرر من مثلا الولادة بالسادس آخر السادس والسابع لأنه ممكن نفقد الأجنة ممكن الأجنة يصير فيهم منقص غسجين يصير فيهم مثلا تخلف عقلي يصير فيهم مشاكل صحية وايد فإحنا ما نتمنى أن هذه المشاكل يصير مع هذه نحن نأخذ كل الاحتياطات ونعطي مثبتات ونعطي أشياء لكن ما رح نقضي عليها مية في المية هل هناك ضرر على الأم في مثل هذه الحالات؟ الأم مثل ما قلنا أول شي قير أنه طبعا بداية الحمل أعراض الحمل الترجيع والشيء رح يصير أكثر من الواحد نسبة فقر الدم يصير أعلى السكر ضغط السكر يصير أعلى مشاكل الحمل إنه هو شنو مشاكل لو كانوا مشيمة واحدة مثلا ممكن ياهل أو الطفل يصير صغير والطفل الثاني يصير كبير هذا يأخذ من أخوه فهنا ضرر إنه ممكن الثيناتهم يضررون نضرر نولد مبكر تسموم الحمل أعلى لهو الضغط والزلال يصير أعلى مع التوائم من الواحد السكر يصير أعلى نسبة الحمل فتح البطن يصير أعلى أعلى من الواحد لأنه يمكن ودكتور الحيل البنات يابون فتح القيصر هي يمكن أكبر من ولاد العي لكن هم عضلات البطن أنت لما تحملي بواحد عضلات تشتتلها لشوي لكن لو لو حملتي باثنين أو ثلاثة عضلات البطن هم تتمدد بشكل أكبر تتمدد أكبر بعد أثناء نقول طريقة الولادة حتى خلينا فتحب نقول ما يخاف هذا مقبول هم نسبة النزيف عقب التوائم أعلى وايد من الواحد طبعا فاهمتني فإذن حتى يعني بصفة عامة إحنا نقارنه بالواحد الحمل بالجنين الواحد وايد أفضل من الحمل باثنين وثلاثة وبالمقابل لو اضطرينا إلى اتباع مثلا سالفة أطفال الأنابيب أطفال الأنابيب أو مساعد على الإنجاب أو تلقيح صناعي أو تحريب على هذه الأمور هذا شيء يعني مضطرين لأنه في أسباب أدت أن إحنا نستخدمها بالذات في هذا الأمور بالذات هل ممكن أنه مدام أنتم مثلا قلتي نطر نزرع جنينين أو ثلاثة هل يحق أو تقدر الأم تطلب أو تحديد تحدد جنس البيبي يعني إنها تبي بنت أو ولد إذا كان أطفال الأنابيب إيه تقدر لأنه نحن نفحص نقدر نفحص حق الأجنة ونقدر نفحص حق الجنس مع الجنين لكن هم إحنا الفحص حق الجنين عادة ما نسوي حق واحدة ما عندها عيال لأنه يعني هي تبي بنت وولد بنتين وولدين ما كو مشكلة لكن فرضنا أنا واحدة سويت لها أطفال أنا بيه بثلاث مرات وعنده ثلاث بنات تقول والله أو مرتين تقول والله أنا الحملة اليايا ودي يعني أنتقل الجنس عادي نسوي ما كو مشكلة لكن مو واحدة ما عندهم ولا شي يايا بالمحاولة الأولى مثلا تقول مشتهيت مشتهيت والله بنتين ولا ولدين دايما ما نشجع حالشي لازم يكون في سبب حق أي شي نحن نسوي بغض يعني يعني ليش بتسوي يعني لنا هي تكرفها على ولازم يكون في سبب أن تسوينا أيضا دكتور قبل شوي قبل الهواء تكلمنا أنا وأنتي عن توائم يتشاركون في مشيما وحدة وتوائم ممكن لكل توائم مشيما خاصة فيه دعنا نتكلم عن ظروف هذا الموضوع طبعا لما يكون التوائم من بويضة وحدة الأقلب رح يتشاركون بمشيما مشيمتين بس على الأقلب تشاركون مشيما هني طبعا قلنا هذين رح يتشابهون وتشاركون فدائما المشاركة سبب مشاكل فممكن جنين يأخذ من أخوه ممكن تلاقين في ضخ الدم حق مشيما تصير أقل من الثانية هني يصير أكثر يعني في مشاكل صحية يصير أكثر فتلاقين جنين يكون قليل بالحجم وصغير وما فيه ماي والجنين الثانية فيه ماي أكثر وحجمه أكبر من الطبيعي وكلهم فيه عندهم مشاكل صحية يعني هذا في خطر وهذا في خطر لأنه يتشاركون بنفس المشيمة طبعا هذي ممكن للناس بس يعني هذا تصير أكثر بالتوائم اللي يتشاركون مشيمة واحدة طبعا إذا كانوا يتشاركون مشيمة واحدة لكن كل واحد تشيس هذي يعني مش فيها مشاكل بس هم أقل وايد إنه يكونوا تشاركون بمشيمة واحدة وشيس واحد هني الخطيرة هذي يصير وايد خطيرة وأغلبهم يكملون آه أوكي زي فلما كل ما يصير انفصال أكثر يعني هذا غير هذا سواء كان مشيمة إذا بس شاركوا مشيمة هذا أقل الأضرار لكن إذا تشاركوا بمشيمة وبشيس واحد هني هذا عندنا يعني مش وايد زي والطلعت العمية معقدة وما هي ما هي ممكن بال في الناس دايما نتشوف السعادة يعني الناس تقول مثلا الله يعني أي بالجملة يعني مثلا اتي مثلا تقول ويبعد بدام ما أحمل مرة أحمل بالجملة أي باثنين وثلاثة بس هي ما نحسبها كذي نحسبها شنو صحيا أفضل بالضبط وهذا يمكن سؤالي لياي دكتورة حين نفترض أن أم حصل سواء رزقة من رب العالمين ها حملت بتوائم أو بتدخل طبي شنو الرعاية أو الأشياء المفروض الأم تهتم فيها خلال فترة تحملها طبعا أول شي لازم تراجع ونعرف هل هو مثلا مثل ما ذكرنا مشيما وحدة أو مشنتين أو تشيسين أو تشيس واحد طبعا لأنه هذين يحتاجون متابعة أكثر رعاية أكثر فاهمتني هذا شيء مهم بالنسبة لنا يعني مثل ما قلنا بالشهر الأولى لازم تتابع بالمرحلة الثانية وهو من 20 أسبوع ليه ستة وعش ليه هني ممكن يطلع ضغط ممكن يطلع سكر فهني متابعة حالي الخاصة لازم مثل ما ذكرت ليش أنه إحنا نخاف من الأولاد المبكرة فشنو الاحتياطات اللي ناخذها هل تحتاج ربط عنق الرحم عنق الرحم قصير تحتاج ربط هل تحتاج أدوية مثبتة أنه تقلل نسبة التقلصات هل الماء قليل حق الجنين ممكن نعطي بيبي أسبرين ونعطي برسيولة عشان نساعد ضخ الدم هل الماء أكثر من الطبيعي أحتاج أنه لقد أدوية تقلل للماء أو فيها تقلصات أحتاج أني أعطيها أشياء تقلل تقلصات عشان أقلل من الموضعفات كل هدفنا خوفنا الولادة مبكرة نعم فإحنا ممكن نعطي أشياء تقلل هذه الفرصة تقلل التقلصات إذا عنق الرحم قصير أقدر أسوي ربط إذا عنق الرحم قصير وهل هذه الأمور تطلب أن تدخل الأم المستشفى وضلفتها فيها نحن ندخل المستشفى حق الحالات الحرجة لكن مثلا هذه الأشياء ممكن كلها تسويها مثلا لو تحتاج ربط سأسوي لها ربط وطلحها لو تحتاج أدوية مثبتة هأطيها أدوية مثبتة يقيس عنق الرحم ويقولها أخذي الأدوية المثبتة الحين يقولك ليه أول التاسع التأخذي من نبتدي نشوف أن عنق الرحم قصير تبتدي تأخذهم ليه الأخير ليش عشان أنا ما بيتقلصات إبرة نعطيها ليش لأنه خوف لأولادة مبكرة لو صارت أولادة مبكرة لقدر الله نعطي إبرة الرئة ليش عشان الجنة الرئة تتكون عندهم بشكل أفضل ما تحتاجون أناية مركزة لو فيها التهاب نعالج التهاب لو فيها سكر نضبط السكر لو فيها ضغط الدخل مبتشر قبل الله الأمور تتفاق مصير تسموهم حمل إذن كل مرحلة من الحمل لها أهميتها ولازم متابعة طبية إحنا مثلا اللي تحمل بواحد أقول رح التعليل بعد شهر إذا ما عندنا أي مشاكل صحية لكن التوأم من 24 أسبوع لازم تيني كل أسبوعين كل شيء دبل كل شيء كل شيء قبل فاهمتني فإذن المتابعة والعناية والتدخل هنا طبعا يكون أكثر بالتوأم من الجنين الواحد طبعا وبعد الولادة هل الأم هم يمكن في أمور لازم تدير بالها على أمور معينة أو هل مكوثها بالمستشفى يطول أكثر من الولادة العادية طبعا إذا فتح بطن إحنا قلنا يمكن 50% رح يمجحون فتح بطن طبعا تمكث أكثر في فتح البطن بس هي مشكلتها كلها قبل لتولد لكن بعد الولادة لو كان في توائم أنا صراحة شخصيا كلهم أعطيهم إبرسيولة أخاف من الجلطة أخاف ليش لأن تخثر الدم أكثر مع التوائم وأكثر يعني مع الحمل يزيد ومع التوائم يزيد فإذن لازم تأخذ إبرسيولة خصوصا إذا كانت ولادة قيصرية لازم تأخذ إبرسيولة لازم مثلا نشوف الأطفال إذا كانوا يعني زيني وشديد طبعا رضاعة رح ترضع اثنين بدال واحد طبعا مجهود السهر مثل ما قلنا تحتاج فقر الدم يصير عندهم أعلى من الواحد فلازم تأخذ بيتامينات وتأخذ حديد وكل هالأشياء والله يعينهم يعني حتى تربية صراحة اللي أهم توائم لازم يديرون بالهم على أمهاتهم بشي خيالي لأن فعلا العملية مو سهلة وفيها العديد من المخاطر طبعا فإحنا نقول لا تشوفون بس إنه والله زينين ولابسين إنه إنه هذا كبار وشون تربى طبعا استعدادهم حق الأمراض أعلى مناعتهم الصر أقل في ناس رح يقعدون مثلا بالعناية مركزة أو يقعدون في الخدج هناك فترة أطول فهي يعني الأهل لابسينه وكعشخينه وجندام عنكم بس شنو يمرون هذه الأسرة في تربية التوائم وشي سهم بس قبل نختم دكتوريا يقولون أن التوائم بعد ما يكبرون شطانتهم غير على أطفال العاديين صحيح الكلام هذا؟ لا ما أعتقد مسلهم أخوان مع بعض نفس العمر نفس العمر يعني يساعدون بعضهم بكل شيء والأطفال الأنابيب ما يتصفون بهذه الصفة؟ لا ما أعتقد الشطانة هذا يعتمد إذا أنت أي عيال مثلا أنت يبت ثلاثة مع بعض من نفس العمر نفس الحركات أكيد رح تدخين صح ولا لا بس ما عشان هما توائم يعشان هما ثلاثة يعني متشاركين بكل شيء بشطانة فاهمتني يعني قصدني ما تقدرين أنا مرة شفت يعني واحدة مثلا زارتني عندهم ثلاثة هذا يقضب القلاس هذا يقضب المزهرية وهم وعشان شياطين وهم وعشان هما شياطين هما طبيعيين بس هما ثلاثة ثلاثة صح بالذب في النهاية دكتوريا أنا صايحة قدمينها لكل أم حابة أنها تحامل بتوائم أنا أقول التوائم هذا مو إحدى نسعيلة هذا التوائم يكون فيه أسباب أن يصرون توائم أي وحدة تحمل بتوائم تراجع الطبيب أو الطبيبها بصفة مكثفة ودورية وبعدين ناس اللي يعني ما فيهم شيء ولا يستدعي أن يأخذون علاج أنا ما أعتقد أن التوائم هذا اختيار بس نيروحول لأن بالأخير أي وحدة ما فيها شيء تأخذ حبوب أو تأخذ منشطات عشان تأخذ توائم إحنا ما عندنا تحكم ممكن تحبل باثنين ممكن تحبل ثلاثة ممكن تحمل بأربعة إزاين وإحنا منذكرنا أن كل ما يزيد عدد توائم مشاكلهم إزاين صحيح مومان دكتوريا ماشتة خليفة ليتامة شكرا على هذا اللقاء ويعني ما شاء الله أنت يمكن عطيتنا اليوم معلومات راح تغير تفكير العديد من النساء بالكويت شكرا لك مشاهدينا فاصل وبعد إن شاء الله يكون معنا ضيف آخر شكرا لك